السلام عليكم يا الغاليات وصفة صندويتج سوف تنضد وجدهم وكامل راح تشكروني اعليهم يجوا بثاف هيلين ويوجدوا ليهلة نرى الوصفة 500 قرام فارينة مثل مغارف زيد سوف نزيد معهم مغرف خميرة الخبز ممسوحة مغرف صغيرة ملح ومغرف تعملها سكر هذا وش فيها الوصفة هذا وش فيها العجينة نخلطوهم شوية ولموها بالماء دافي انا درت لهنا حوالي انا عندي نصري ثلاثة علماء بقاتلي منها حوالي واحدة الدودوات علماء انتم مع الحساب الفارينة تشمخوا وتلموا في العجينة حتى تولي لكم عجينة طرية ما تكونش يابسة وما تكونش طرية بزاف تكون مليحة راح تشوفوا معي القوام التاحة قلت لكم هذا الصندويتش بزاف هايلين ولادي هبلو عليهم قدرتهم للفطور وكنت هنا يا رطار ما كنتش معاولة ندير دي صندويتش حتى دقيقة الأخرى باش عاولت نديرهم هكذا هنا اشوفوا رايس الساعة الحداش ولادي يخرجوا على اثناش يتسمى عندي ساعة برك في يدي اه ووجدوا كيما كان الحال وجدوا لي في طرف ساعة اللي هنا يا فلا كوكوت تاعي حطيت اه حبة بصل طويل مع كمية من الزيت اه ديروا واحدة الخمس مغارب حتى الستة تعزيت ديروا كمية لبس بها تعزيت باش يتقلى يتقلى بياها ذاك البصل وحطيت معاهم زوج حبات قرعة عرابة مع زوج حبات زرودية نقليهم شوية مليح حتى يدبالوا شوية بعدها راح نجيب كمية من صدر الدجاج المرحي عندي البعص صدرت على الجاج رحيته وحطيته في الوسط حطيت هذاك الفراغ في الوسط كما راكم تشوفوا حطيت الجاج تاعي درت له ملح ودرت له فلفل لكحال درت له شوية زنجبيل وشوية كوركم وشوية توابل الدجاج هذا واش درت لزي بيس والملح اكيد ما نساوهش ولا خلطهم مع بعض نقليهم شوية كي نشوفوا شوية الخالط التاعي طاح نغلق عليه لا كوكوت بلا ما نزيد له الماء ما نزيد له ولا قطرة على الماء غيفي هذاك المتاعو راح يطيب خمس دقائق ولا ثمانة دقائق افتحي عليه الكوكوت تلقيهم ذاب الجاج ما عنده وروح وهذيك الخضرات تاعنا راهي مرابيا ما تشدناش كامل الوقت اللي تكون عندها الوقت ماذا بها تدير تقلي كامل كامل توحى في مقلع انا قلت لكم ما كانش عندي الوقت درت في الكوكوت وجات بني هنا بزاف العجينة تاعي بعد ما خمرت هذه العجينة ما تسحقش بش تخمر يتم الوقت اللي تكون تخدمي فيه لا فخص تاعك العجينة تاعك راي تريح الجيس واسوان تيويها جلت العجينة تاعي حليتها بالطول وبعدها قطحتها هكا بالطول درت لي حوالي عشر حبات واقلة ولا هداش نحبها هاد العجينة فلا نخدم بهات الطريقة ونعاون نروحي بالفارينة رشوا الفارينة في اسنيوة ولا فوق بلاطو اللي تحطوا فيه رشوا مليح الفارينة وحطوا كامل هذوك اللي مرسوا تاع العجين بعدها تبدأ تخدموه بالواحد جيبي بالوحدة وخدمي حلي العجينة هكا بالطول ماذا بك تخليها شوية في الوسط متحليهاش بزاف اكدي على الاطراف بزاف بس كي هما لحين نطويوهم بش مجيش العجينة تاعنا خشينا وبشي طيب لك العجين من الداخل فلا كي ما راكوا تشوفوا راح نجيب لافخص تاعي شوفوا هاد لافخص شحال تجيزة فيها ما شاء الله يعني توكي العائلة ويشبعو يعني بلا ما زيدي في هادي فريت ولا غير هذيك الزرو دي مع القرعة والجاج كفت ووفت نزيد معاها شوية فرماج رابي وزيد معاها الهنا فرماج فونجو ونغلق العجينة التاعي هاذا السندويج شفتها في التيك توك رامدارين بيها حالة في التيك توك جربتها وخرجت الله يبارك خرجت ما شاء الله وفرحوا بديها بزاف ولداتي داري كامل يحبوا لي سندويج ما علينا غير خطر على خطرها هكا نفرحوهم وديروهم دي سندويج شوفوا اللي هنية العجينة بعد ما نطويوها بعد ما نغلقوا حطوا لافخص ونطويوها ماذا بكم تحلوا بالحلال هذك العجين المتبقي تزيدوا ترقوه بيا باش ما تجيش العجينة كملوهم كامل خدموهم على نفس الطريقة هذو ما تخدموش بالحبة وطيبو خدموهم كامل حطوهم في بلاتو ولا في سنيوا كي ما ركو تشوفو بعدها سخنوا الطاجين تاحكم ونقصوه للنار خلو الطاجين يسخن المليح بعدها نقصو النار ديرو نار هادية باش الطيب بيا وحطو الخبيزات تتوحكم في الطاجين حطوهم الخطرة اللولة على وجههم عادي حطوهم على الجهة التحتانية كي شدوا الطيب تحسوا بهم شدة شوية طيب تخلها شوية طيب اقلبي الخبزة تاعك كي ما ركو تشوفي على هذا الجهة اللي تكون مقابلة للجهة اللي طابتت عليها متعاودش تقلبيها على الجهة الاخرى قلبيها على الجهة اللي طابتت عليها باش يخرج الناس شكل مستطيل وعاوني روحك بزوجة دوس باتشول هكي الخدمة بهم باش باش تجيك الخدمة سهلة باش تقدري توكفي هذوك الحبات توعك بعدها راح تعاودي تقلبي على نفس الجهة الاخرى باش قلتلكم يتشكلكم مستطيل لازم تخدمو بها الطريقة هكا هم شوية يعيو في طياب التحم من نتيجة التحم ولا ارواح باش تقلبي على الجهة الاخرى هكذا وخليهم يطيبوا كملوا كامل بنفس الطريقة كما راكوا تشوفوا هكا بعدها قلبيه على الجهة الجهة التحتانية باش يتشكلكم مستطيل كما راكوا تشوفوا بعدها راح نقلبهم هكذا واكفين باش يطيبوا لي على الجهتين اللي يبقى ولي كما راكوا تشوفوا جربوا هاي الشاطرات واذا كان جربتوها خلووا لي اراءكم في الكومنتر وعمروها فرامجة باش تجي ابنينا الفرماج يزيد يبنن لساندويتش عمروها فرامج باش اه اولادكم يفرحوا بها داري كامل يحبوا الفرماج وهاي لكم نتيجة الاخيرة بعد ما طابوا ووجدوا كانت الهنايا كنت جيت سوى سوى مع الوقت اللي يخرجوا فيه الدرهري نقسم معاكم حبة نشوفوا كيفاش يجوا طيبة من الداخل جي ما شاء الله مثلكم يجي صندويتش ولا ارواع ولا دي والله غير هبلوا عليه نتمنى كامل تجربوا سلام